اشتركوا في القناة النهاردة يوم جميل مشرق لسا كنا نتكلم قبل هو نتمنى يا رب يوم الجمعة يكون يوم مفترج علينا جميعا واستمر الجو بالشكل هذا يا رب ان شاء الله معنا النهاردة اكتر من فقرة الحقيقة متنوعة منها فقرة الحقيقة فقرة دينية سابتة بتكون معنا كل يوم جمعة والنهاردة هنتكلم عن التفاؤل وقوة البصيرة ومعنا الدعاية الاسلامية دكتورة يناس مصطفى لوحك بيتبسط لما يلاقي المرأة موجودة في كل المكان والأماكن طبعا وهي دعاية معروفة هيكون معنا النهاردة مع ريهان فقرة الصحاف هيكون معنا الكاتب الصحاف روبير الفارس ومتابعة لأهم مشارطات الصحاف القومية الصادرة صباح اليوم معنا كمان فقرة هامة جدا مع مخترع مصر يعيش في أسبانيا وعنده اختراع ليعلقها بحبيبات النانو وعلاقتها بالنسيج العلاجي هنفهم تفاصيل الموضوع اكتر انا شخصيا حاب افهم تفاصيل الموضوع خاصة ان هو الاسهام ده اثر في كرة القدم او في بعض يعني في بعض الحاجات في أسبانيا في بعض الاندية الاندية فعلا الرياضية في أسبانيا واستغلوا هذا الاختراع بشكل مفيد جدا ليهم هنشوف تفاصيله النهاردة مع دكتور ايميل تومة المخترع المصر حول معرض النسجيات الأول الوقيم وافتتح بقصر فنون يوم الاسنين الماضي هيكون معانا النهاردة دكتور سيرو أسمان كم سيور معرض نسجيات الأول والحقيقة زي مرهام قالت عايزة تعرف كتير عن نانو احنا كمان عايزين نعرف ايه موضوع معرض نسجيات الأول ايه فن النسيج اول احتفالية واول معرض من نوعه في فن النسجيات هنعرف ده النهاردة ان شاء الله النهاردة فيه يوم نسجي العالمي يوم نسجي العالمي النهاردة بس مبارح كان عيد الفن وعودة عيد الفن بعد غياب أكتر من 30 سنة الحقيقة مبارح كان الاحتفال بعودة عيد الفن بحضور سيادة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وطبعا كل الوزراء كانوا حضرين الاحتفال مبارح هنتكلم عن عيد الفن النهاردة مع أستاذ محمود آسم المؤرخ السينمائي خلينا سرعة نروح مع ريهام ونشوف أهم منشتات الصحف الصدرة صباح اليوم وأهم الأخبار تابعونا ولكن بعد الفصل تابعونا شكرا